لو احنا كل مرة بنقول ان احنا نفسنا في ده نفسنا يحصل ده وما بيحصلش غدان بيفضل الموضوع بين اهلي وزمانك السنة اللي فات شوفنا برامدز شوية والباقي كان بينافذ على مراكز اخرى والاقصر كان يصارع الهبوط السنة دي مع صفقات عديدة نفسنا نشوف دوري محترم ودوري كبير يشرفني ونورني الان عبر الهاتف الدكتور شريف صالح عدو ربطة الاندية المصرية فندم صباح الخير حضرتك مشرف ومنور دكتور شريف صباح الخير مشرف ومنورني اخبار حضرتك ايه كل بخير الحمد لله تمام الحمد لله بخير استعداد للقرع يوم تسع ان شاء الله وكلنا مستنيين دوري قوي دوري محترم جدا للموسم القادم ان شاء الله نأمل ذلك يعني ان شاء الله احنا حسنين الدور ده يكون دوري قوي جدا ان شاء الله اللي احنا شايفينه من التفاعل الاندية وصباقتها القوية اللي بتجيبها اعتقد ان شاء الله الموسم ده يبقى موسم قوي بإذن الله ان شاء الله القرع ان شاء الله يوم تسع فندم هتبقى قرع للدور الاول والدور التاني ولا عدد مباريات معينة يعني الدوري بالكامل ولا جزء بس هو اصلا القرع بتبقى للكامل احنا ما بتعمل القرع للأول خلاص هي الثاني بيبقى اوتوماتيك يعني بيبقى آليا موجود اناصب بمواعيد المباريات لكن المواعيد ان شاء الله لا بتبقى مواعيد بتبقى جزئية لان فيه رثباتات دولية ما تبقىش لسه مواعيدة تحددت فبنعمل جزء الاول وبعد كده الجزء الثاني بنحدده وهكذا يعني الجزء الاول ده هيبقى الدور الاول ولا برضو مش الدور الاول عدد مباريات لا هيبقى يعني عدد منها جولات يعني ممكن مساء ثمان جولات عجر جولات وهكذا لغاية ما تتحدد في بعض زي بطلات افريقيا زي الصور يعني الارتباطات الدولية في حاجات معينة لسه ما تحددتش طيب هل في معايد هيتم فيه انتهاء الدوري يعني هل في معايد هيعلن انتهاء الدوري يوم كذا ها ان شاء الله احنا محددين بإيذن الله فى اخر شهر ستة ان شاء الله انتهاء الدوري العام هل موضوع ان احنا نلعب مباريات في كأس العالم ده اصبح متاح ولا خلاص الموضوع ده تقفل والله احنا عشان ننتهي فى شهر ستة لازم نلعب في الوقت كأس العالم احنا اهم حاجة عندنا المصباحة العلية اللي احنا نسأل بالدورة المصر بعد ما كان فيه ترقمات من المؤسس اللي صبقه كتير جدا للدورة المصر وعلى طول متأخر عن أندية العالم كلها وعن سرع العالم أو عن دوريات العالم احنا كان عندنا رؤية اللي احنا لازم نرجعه تاني يمشي مع الدوريات العالمية عشان نعمل الجزء ده لازم صحي شوية مفيش منع عبدا ان احنا نعمله في وقت كاس العالم يتلعب بعض المباريات اه يعني يا فندم لو دلوقتي مفيش مباراة تلعبت في كاس العالم يعني الاتحاد الدولي رفض هذا الامر فالدوري مش يخلص اخر ستة مظبوط اه هيبقى في مشكلة يعني ممكن هيبقى في ضغط ممكن هيبقى ممكن معدي اخر عن ستة ممكن كده لكنها اعتقد ان ده امر داخلي وان شاء الله مش هيبقى فيه رفض يعني طيب ممكن يبقاش فيه رفض من الاتحاد الدولي بس فيها عندية مصرية على سبيل المثال وليس الحصر الاهلي والزمالك عندهم لعبين من تونس واللاعبين دول هيلعبوا مع المنتخب التونسي في كاس العالم هل ممكن يبقى فيه اعتراضات من الاندية كم لاعب حضرتك بقى نعم كم لاعب يعني ممكن يعني تلاتة اربعة ماكسموم اعتقدش في تلاتة وفقة يا رفا وفي ليحة داخلية لو اكتر من اثنين لعب دوليين ممكن تأجل مباريات لكن هو غالبا هيبقى ممكن لعب واحد او غيره اعتقدش ده اللي ممكن يعطل اللي احنا نلعب بس انت عندك مسلا عندك مسلا سبيل الميزارة هوقا دلوقتي الزمالك عنده سيفي الجزيري وحمزة المسلوسي والاتنين بيلعبوا ومنتخب تونس يعني ده مش هيأثر على اللي احنا نوصل للمصلحة الاعلى ان هي ان احنا ننهي في وقت بدري لان كمان عندنا مشكلة كبيرة وهي ان في دور استحدث اللي هو دور الصبر الافريقي هيلعب في عشرين تتا وعشرين في شهر تمانية لو مخلصناش احنا في ستة احنا عندنا مشكلة كثيرة فلازم نكون عندنا الرؤية اللي احنا نضبط المواعيد دي في القادم بإذن الله يعني ما انت شايف المشابه فيه اي اعتراضات من الاندية ان شاء الله بإذن الله احنا نحن احنا اصلا ممثلين للاندية وتعرض عليهم تصوراتنا ورؤيتنا للوضع وان شاء الله بإذن الله اكيد فيه تفاق تفاق على الموضوع طيب قرعة الدوري هيبقى فيها اي نوع من عنواع التوجيه بأي شكل من الاشكال ولا الأرأة عادية لا لا طبعا للدورة أصلا مدريش فيه توجه يعني ان شاء الله لقدратية جدا اهلية هم عمل اهلية والتمينault ن究 созاقي إن شاء الله يمنح اه يعني مثلا احنا ممكن نشوف مبارب الدور الاول بين الاهلي والذمالك على سبيل المسأل لا عفوا لا طيب هل فيه تفكير في الرابطة ان كاس السوبر المصري بين بطل كاس الرابطة سوى بطل الدوري ولا الأمور دي مش مطروح عشان سمعنا هذا حتى الآن لسه حتى الآن ما فيش طرحة بالشكل ده لأنه احنا لحاليا لسه هو الغالب بكاس مصر وما فيش داعي للتغيير يعني الوقت بكاس مصر والدوري فالأمور زي ما هي يعني بين بطل الكاس وبطل الدور دكتور شريف صالح عد برابط الأندية المصرية بشكر حقا شكرا جزائع لكل هذه التوضيحات نتمنى قرعة يعني وزي ما هو بتضح لي وأكد إنها يفعل لكل الأندية وعادي ممكن نشوف الآله والزمالك بيلعبه في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز وقال لي كمان إنه الأندية مش هترفض إقامة مباريات في كاس العالم وقال إنه لو في نادي عنده أكتر من اثنين لعبين دوليين اللي هي بتقول إنه من حقه يأجل مبارياته واثنين فقط يبقى مش هيأجل مبارياته أتمنى بصراحة وأنا معاه يعني وإن كان أتمنى طبعا إن إحنا نكمل مبارياتنا ونننجز عشان نخلص الدوري بدري بدري وإن كان وإن كان يعني كاس العالم له طعم وله رائحة وله كل شيء لما نرعب مباريات في نص كاس العالم يعني بتأثر على كل بس يعني خلال نخلص خلال 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 عشان نزبط موضوع الضغط بتاع الدوري اللي بقاله معنا كذا سنة فاهمك إن تتضبط بالطريقة دي وأتمنى وأبرجو وأرجو تاني إن كل الأندية تساعد كل الأندية تساعد بلاش أرجوكم أرجوكم بلاش كل نادي قوي ما بيبدأ الموسم عايزين نأجل مباريات لو سمحتم لازم نأجل مبارا دي ولو سمحتوا إحنا بنلعب لصالح مصر فيه أو نمثل مصر في البطولات مش عارف إيه يعني سيدي يتشرفنا وفوق رصنا وهيل وبتمثل مصر فعلا وكل حاجة هيلة بس ما أنت عندك قائمة مليانة لعبين ما عندك قائمة مليانة لعبين لعب فلان في البطولة الأفريقية وريح النهاردة شفنا أندية أوروبية كبيرة بتريح لعيبة في مباراة الأوروبية عشان كنون بيلعبوا في الدولة واحد كذا والعكس صحيح وتكمل حياتك يعني عشان الكل ما يتأثرش هم المشكلة في إيه إنه الأندية لما بتضغط هم أكتر ناس بعد كده بتأثروا يعني أنت لما بتأجل مطش 2-3 تيجي في الآخر يقول لك والله أنت هتلعب مطش كل يومين 3 فلما تضغط جدا فلما تضغط نفسك بتخسر أكتر ما كنت هتلعب مباراة مرتاح شوية في نص الموسم وأصلا في أول الموسم أنت لعبتك بدنيا إلى حد كبير بحالة جيدة فلما تضغط في الأول أحسن بكتير جدا لما تضغط في الآخر ويلعبتك يعني مستنزفة تماما أنا بتكلم على كل الأندية عشان بس ما تودكش لنادي أو كمين بيكلم عن نادي معين ومن ناحية تانية ربطة الأندية تبقى قراراتها حازمة حاسمة إحنا هنلعب ويبقى في لائحة واضحة والله يا حضرتك لو هتسافر بلد بعيدة مش عارف قبلها بتلات أربعة أيام فأنت هتأجل لك مطش لو ما كان موجود في الجاء يعني حط لائحة تبقى واضحة للناس وما يحصلش أي عبث بهذه اللائحة ما ينفعش وبلاش الجملة الشهيرة اللي هي أنا بمثل مصر يا سيدي والله فوق رأسنا وبتمثل مصر وبتشرفنا وكل حاجة بس ما أنت عندك لعيبة تلعب بيهم ده اسمه دور المصر برضو اللي بيتأثر وبيتعزب ده البطولة اللي احنا طول الوقت بتشوهها دي اسمه دور المصر برضو مش عايزين نشوهها البطولة دي فنساعد بعض ونخلي دوري حلو ودوري فيه التهزيم على فكرة في انجلترا في اسبانيا وفي إيطاليا ساعات بيشتكوا من ضغط المباريات من الساعات كتير يعني في انجلترا تحديدا بيلعبوا كسر رابطة وكسر اتحاد ده البطولة المحلية والدوري طبعا ويروح يلعب دوري انجليزي والسلام بقى لو في رأة كسبت كمان دوري ابطالي فبيروح يلعب كسر عامل أندية فتلاقي ضغط المباريات مرعب 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 ضغط المباريات مرعب وهم يطلعوا المدربين يقولوا احنا الضغط ده كتير والإصابات كتيرها بسبب الضغط يتكلموا كده بس مفيش نادي مفيش نادي يفكر يجرؤ يجي في خياله انه يبقى تقول انه عايز يأجل مباريات مفيش جدوى المقدس اللي هو مفيش عبس بيه محد محدش فاق ازعل والدايق وخاف على لعبتك وكل شيء وقول ان الحامل كبير وكل شيء بس محدش يأجل ليه بقى عشان هو عادة عادة يعني مش عادة ده كل لحظة او ما بتأجل للفريق الفلاني على طول بشكل تلقائي الفريق التاني يقولك انا كمان عايز اأجل وحق وانت أجلت لده فأجل لده لكن لو انت رفضت لده ورفضت لده ورفضت للي هناك ورفضت اللي وقف بيتكلم هناك ده كمان تمام هتلاقي نفسك ماشي ملتزم ومحدش زعلان ومحدش متدايق وشايفين عادل اصد زعلين على الضغط بس الحراك عندك قائمة مليانة لعبين لو انت اللي مش عارف تستغلهم لو انت اخترت أصلا غلط وانت كنت بتشتغي لعيبة اواء اواء فدي مشكلتك انت مش مشكلت انا انت يبقى الناس عندها قائمة فيها 30 لاعب يقولك اصطنع عندي نقص طب النقص ده بسبب ايه سبب مثلا ان انت كنت عندك احمال بدنية خاطئة فبقى عندك اصابات كتير نقص ده عشان انت اخترت الصفكات غلط فان بيتش تعتمد على اللعيبة دي نقص ده عشان انت مشيت لعيبة في وقتها نقص دي مشاكلك انت مش مشاكل المسابقة بتاعتنا مشاكلك وتحملها انت مش الدولي مش البطولة اتمنى والله يعني اتمنى نشوف واحنا كلنا وراق يعني انا شخصيا انا مش هطلع اقول ايه ولو سمحتوا جماعة محتاجين ناجي المبارادية وطبع عشان الحاجة بتاعة التريندات والجميل بتبقى عايزة كده والادراب بتبقى عايزة كده ناجي المبارادية عشان خاطر مصلحة الكرة المصرية ملعاش علاقة ملعاش علاقة والله عالاك قصرت في قائمتك يبقى دي مشكلتك ما تدخلش جملة الكرة المصرية في كل حاجة في كل حاجة كل شوية ربنا يسهل ان شاء الله يعني ربنا يسهل الكلام ده بقدري بقدري عشان ما بحبش هقول وقت المشكلة وقت المشكلة بتبقى الدنيا ولعة الناس كلها بتاكور في بعض وزعلها من بعض فما ببرداش ايه نخش نولع اكتر الدنيا بنقولنا دلوقتي وحنا هاديين ومبسوطين وعملين اعداد حلو وبقى عندنا فترة نعمل فيها اعداد والفرب تستعد بشكل كويس كلها فسهل ان احنا نقولك كلمتين دون ونففض مع بعض ما نقولهمش وقت المشكلة ونزيد الدنيا اشتعالا نكمل اخبار